موسيقى القارئ والمنشد السعودي محمد حسين الغزالي حفظ القرآن الكريم في الحلقات القرآنية شأن الكثير من أقرانه في مدينة جدة حيث نشأ برزت مبكرا مواهبه الصوتية كقارئ للقرآن الكريم فوقف إماما وعمره لم يتعدى الرابعة عشرة أما المصلين في صلاة الترويح والتهجد ثم إماما وخطيبا بأحد مساجد مدينة جدة بداية التجربة مع القرآن الكريم كانت من نعمة أظفاري من الصغر والفضل بعد الله عز وجل يعود الوالدين يعني الوالدين ومعهم جدتي كذلك رحمة الله عليها كانوا حريصين جدا على تنشأتي تنشئة قرآنية فمنذ نعمة أظفاري وأنا في المسجد يعني من حسن الحظ كنت أنا بيتي مجاور للمسجد يعني المسافة بين البيت والمسجد تقريبا متر ونصف فقط بين العمارة والمسجد فكنشأت تقريبا أغلب وقتي كان في المسجد في الحلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة جدة هنا فكنت قبل مراحلة دراسة كمستمع مع الأطفال أستمع كده وسبح الله هذا الشيء يعني كان له أثر كبير جدا في إتقاني لأحكام التجويد وأحكام القراءة وظهر أثر ذلك جليا لما دخلت إلى المدرسة فالمدرسين لاحظوا أنه محمد يمتلك موهبة في ترتيل القرآن وتجويد القرآن بحكم التأثير اللي صار في مرحلة الطفولة فكنت الحمد لله يعني ما باب أما بنعمة ربك فأحدث كنت أعدل على أستاذ التجويد اللي كان يعطينا كان يعطينا أمثلة خطأ فأنا أعدله إياه وأنا كنت لسه صغير فهذا الشيء كان يعني من نعم الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل ثم بركة المسجد الطفل لما ننشأ في رحاب بيت الله عز وجل وبين المؤذن وبين الإمام وبين حلقات التحفيظ فتكون تنشأته قرآنية فاستمرت في الحلقات إلى ما بعد الثانوية بالنسبة لحفظ القرآن الكريم وتطبيق أحكام التجويد أنا أعتبرها خطة متوازية اللي يرغب يحفظ القرآن لابد أن يحفظ القرآن ويتعلم أيضا القراءة الصحيحة بحيث أن الخطة تمشي بشكل متوازي أضف لهم خط ثالث اللي هو خط تثبيت القرآن هذا يندرج تحت حفظ القرآن الكريم فلا يحفظ الحافظ أو اللي يرغب في الحفظ يحفظ بطريقة خاطئة بعدين يعدل التلاوة هذا خطأ أو أن يتفرغ لتحسين التلاوة ويترك الحفظ برضو هذا شيء خاطئ لكن يمشي بخطة متوازية يتعلم اتقان التلاوة في أوقات معينة وأوقات تانية بما تعلم يحفظ القرآن الكريم طبعا هو منهج حياة للإنسان بشكل عام يعني أفضل منهج الإنسان يتخذ في حياته أن يكون إنسان يخضع تحت كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن فالقرآن مدرسة اللي يتعلم من القرآن الأحكام والآداب تجد أنه سبحان الله يكون إنسان متميز في حياته في أخلاقه في سلوكياته فأي أذكر كان في مقطع انتشر في وسائل الإعلام الحديثة اليوتيوب وكذا عن إنسان كان معاق ذهنيا لكن يحفظ القرآن فلما سألوا بلقاء بسيط جدا كيف حفظت القرآن يعني كانت إجابته فطرية جدا قال القرآن وحفظني وليس أنا من حفظت القرآن فحفظ القرآن أي إنسان يحفظ القرآن ينعكس آداب وأحكام وجماليات القرآن على سلوكه وحياته بشكل طبيعي جدا طبعا في مرحلة اكتشاف الصوت الجميل هذه برضو كانت في الصغر وهذه من الأسباب اللي شجعت الوالد والوالدة وجدتي رحمة الله عليها إنهم يعني يجعلوني في المسجد وفي حلقات التحفيظ لأنهم في الأساس اكتشفوا مهبة الصوت الجميل فكنت أشارك أنا في المدرسة في مرحلة ابتدائية والمتوسطة والثنوية في المحافل يعني المسابقات القرآنية وكذلك في المناسبات الإنشادية أمثل المدرسة في كثير من المحافلة الدولية والمحلية إلى أن وصلت مرحلة الثنوية في أول مراحلة الثنوية يعني في الصف الأول الثنوي عرض علي مدرس اللي كان يدرسني الكيميا الأستاذ سالم بابكر عرض علي أنه ليش ما أنت محمد صوتك جميل وحفظك كويس تعال ساعدني في صلاة التراويح وكانت هذه أول تجربة لي في إمامة الناس قلت له أنا أستخير وأستشير فروحت استشرت الوالد الوالد في بداية رفض قال أنت لست صغير يعني لسه مش تدعودك لسه أولى ثنوية يعني ما ندي يعني ذاك الكبر فحاولت تناقش مع ابويا بهدوك قلت له هذه فرصة كويسة وبالعكس هذا تعود على لأن المحراب شيء مهيب طبعا واحدة مقف في المحراب ما هو شيء بسيط فوافق فذهبت مع الأستاذ إلى المسجد فكان الخطة أن نتقاسم التراويح تسليمتين أنا وتسليمتين هو ثم هو يكمل بالشفع والوتر أخذنا على الموضوع هذا الأول يومين وبعد كده الأستاذ زال الله خير ترك لي المسجد كاملا هو أصدر يصلي مأموم فمنحني ثقة كبيرة جدا هذا كلام في الصفة الأول الثانوية هذا الأستاذ يعني من باب الوفاء أنا أذكر اسمه أستاذ سالم بابكر درسني مادة الكيميا الثانوية بعد هذا أول رمضان لي أصلي في تراويح السنة اللي بعدها أستاذ آخر في نفس المدرسة كان الميزة عندهم ومسجده أقرب إلى حي السكني فأرحت معه كذلك في صلاة التراويح والتهجد فقط صليت معه أربع سنوات تراويح والتهجد وكذلك كنت أصلي أربع ركعات أحيانا العشاء أحيانا الوتر فهذه الأستاذ طبعا هو الآن دكتور دكتور فؤاد مرداد كان لهم بعد الله عز وجل فضل كبير طبعا أنا تأثرت في قراءتي حتى في أسلوبي في اختيار المقاطع في الصلاة في أسلوب يعني خلينا نسميها إدارة صلاة التراويح في شكل عام بالشيخ هاني الرفاعي هاني الرفاعي صاحب فضل كبير علي ممكن هو ما يعرف هذا الشيء أنا كنت مجرد معجب أو من الفانس طبعا يعني بصلي عنده كنت في رمضان فكنت متأثر بهذا الرجل تأثر كبير جدا يعني حتى الناس اللي بتصلي عندي يقولي محمد أنت فيك كثير من هاني الرفاعي وما يعني أنا مش حبعد لأنه أنا حياتي كلها من يوم ما عرفت أنه في حاجة اسمها تراويح أنا وراه كنت أصليها يا ما كنت طفل مع الأهل والعيلة وخصوصا وكان مسجد على البحر فكانت نزهة وصلة يعني نصلي وبعدا نتسحر مع بعض جنب المسجد بحكم أن مسجده على الشاطئ تأثرت فيه كثير جدا فيه طريقة قراءة وحتى فيه تشابه الأصوات بينه بينه فيه تشابه كبير نقرأ أي مقطع كده بس أنا مش أقرأ بنفس طريقة بطريقة يعني بس ما حتكون مقاربة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين هو طبعا أنا لما درست المقامات ما درستها بصفتي قارئ القرآن الكريم أنا قبل أن أكون قارئ وقبل أن الله سبحانه عليه يشرفني أن أم الناس في صلاة التراويح أنا منشد منشد في أنا نشيد الوطنية والدينية والاجتماعية خلينا نسميها فأنا كنت عضو في فرقة نداء وحداء هذه لها إصدارات إنشادية معروفة في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي خلينا نتكلم والعالم أجمع سلسلة مشهورة جدا أنا كنت عضو في هذا الفرقة فكان لهم دورات تدريبية تطويرية لأعضاء الفرقة طبعا كلام هذا قديم تتكلم عن عام 1422 و21 في المجتمع اللي نحن نعيش فيه يعني في المجتمع ما يوجد معاهد مخصصة لتعليم ثقافة تعليم الصوت وتعليم الأداء والمقامات والأشياء هذه فكان كل الدورات التقام دورات اجتهادية الفرقة يعني استقطبت بعض الأسماء اللامعة في بلاد الشام في الأردن وعملوا لنا دورات تطويرية في فن المقامات وفن الأداء أنا أخذت معهم دورتين ثم أنا كملت طريق وصرت أبحث عن أصحاب الاختصاص في هذا المجال في أي مكان كان سافرت إلى مصر إلى سوريا هذا كلام قديم التقيت ببعض الأسامل بعض المنشدين في العراق بعض المنشدي بلاد منشدين العراق مثل الأساد محمد العزاوي مثلا الأساد أبو الجود من الأشياء الجميلة أنه في بعض الناس كان عنده علم في هذا المقام وكان ما يبان عليه مثال بائع الحلوى اللي بجوار البيت هو يعتبر من منشدين في سوريا بس بحكم العمل يشتغل هنا حلواني فأعجب بصوتي وقال لي يا محمد أنت تقرأ على مقام كذا وتقرأ على مقام كذا فسألته أنت عندك خبرة في المقامات قال إن أجلس ما أستفيد منه أبحث عن أي شخص له علم في هذا المقام أجلس في هذا العلم يعني وأجلس ما أستفيد منه إضافة إلى مواهبه الإنشادية والإقرائية تحصل القارئ محمد بن حسين الغزالي على درجة البكالوريوس في الحقوق والدراسات الدبلوماسية ويعمل موجها دينيا وقارئا في المركز الطبي الدولي بجدة الذي يعد أحد المنارات الصحية في السعودية للقارئ محمد حسين الغزالي إنتاجات متعددة تراوح بين قراءة القرآن الكريم والأناشيد الدينية والاجتماعية الهادفة التي يتداولها معجبوه على الشبكات الاجتماعية وله العديد من الإزدارات القرآنية والمشاركات في بعض الفضائيات السعودية أفضل مثال قدمه مقطوعة عملتها أنا كتبت كلماتها وأنا لحمتها وأنا أديتها عرفت فيها المقامات في دقيقتين هي انتشرت في الجوالات وكذا في الأوساط الفنية فرصة الآن أماما أن يشاهدوا الناس من صنع هذا المقطع مقام الرست والعجم جميل كذسيك به فن أصيل وبعدهما الصغاء إحساس حزن به يا صاحبي دمع يسيل آه وبالنهواند وبالنهواند والكردي ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجدل تدور به الرؤوس وتستميل نحن عشان نقول تأثير المقامات على القرآن نحن لابد نعرف إيش هي المقامات أنا بعيدا عن الجدل اللي صاير بين المشايخ والعلماء وأنا لست منهم وأنا لست شيخا ولا عالما ولا حتى أنا ما أصنف نفسي ولا حتى طويل بعلم أقل من ذلك وأحقر لكن المقامات عبارة عن تصنيف للحالة المزاجية لللحن عندما تسمع أي لحن في الدنيا إيش الحالة اللي تتاوك سواء كان فراح سرور عاطفة حزن عظمة جلال أبها فهو تعبير عن الحالة أي إنسان ينغم بصوته سواء كان ينشد يقرأ يؤذن يغني أي حاجة ملحنة في هذه الدنيا تندرج تحت مقام من المقامات سواء كان المؤدي يعرف أو لا يعرف رضي أو لم يرضى فهذه هي المقامات أنا لما أتعلم المقامات هي مقامات صوتية وليست مقامات موسيقية لأن الأصل الصوت البشري حتى في الآلات الموسيقية هي آلات مصاحبة للمؤدي وليس المؤدي هو مصاحب للآلات فالأصل عندنا أعظم آلة موسيقية وأعظم يعني صوت قد يسمعه الناس في العالم هو صوت الحنجرة صوت الآدمي صوت البشري اللي هو هب من الله سبحانه وتعالى الألات الموسيقية هذه من اختراع البشر وقطعا الشيء من صنع الله عز وجل أعظم وأكبر وأجل وأعذب وأجمل فالأصل هو الصوت البشري فعندما تعلم المقامات أنا أتعلم يعني أتعلم أنه هذا اللحن أو طريقة الأداء فيها حزن فيها عاطفة فيها مثلا عزة فيها شجون فيها شجن فأنا أستفيد من هذا الموضوع في حكاية أني أنا أقرأ الآية بما يناسبها من أداء حتى أوصل المعلومة للناس تجد أن القارئ اللي يقرأ بترتيل وتدبر العوام اللي يصلوا وراه يا شيخ أنت تقرأ قراءة مفسرة أنا خلينا أعطيك مثال لمن أقول وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا قول الله عز وجل لمن أقرأ بطريقة حزينة فيها تدبر أنا أستخدم فيه مثلا نغمة الصبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الآية تنتقل بعد ذلك إلى وسيق الذين اتقوا ربهم ماذا لو غيرنا طريقة الأداء بطريقة ثانية لو قلت مثلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أنا أعتقد أنه إحساس المستمع أختلف بين شعور الخوف والحزن في وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فالمستمع الذي يستمع للقراءة يشعر بمعنى الآية من خلال الأداء فهذه فايدة المقامات أكثر القراء أصحاب الأصوات الجميلة يقرؤون بالطريقة هذه لكن ما عندهم علم في هذا الموضوع لكن بالفطرة فتعلموا المقامات بالنسبة لي أنا لما تعلمت ما تعلمت بصفتي قارق أنا تعلمت كم نشد أنا أستفيد منها في الألحان في الإنشات لكن أفادتني في حكاية أن أستطيع أن أحاول أن أعطي كل آية حقها من الأداء أنا على علاقة جيدة مع شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً تويتر يعني هو أني ماخذ الحيزة الأكبر في اهتماماتي أتواصل مع الناس عن طريق تويتر عن طريق الإستجرام الفيسبوك ممكن مهمل شوية عن طريق الإيميل الخاص هذه أغلب والبرنامج الكيك تبع الفيديو عندي متابعين لا بأسة بهم في أكثر شيء في تويتر يعني قاربت على الخمسين ألف متابع حتى لحظة تصوير هذه الحلقة يعني متواصل مع خلين سميهم المحبين أو الجمهور يعني أنزل لهم دائماً جديد من التلاوات من الأناشيد حتى من الأمور العادية الحياتية الخاصة حتى في الميولة الرياضية كذلك أتكلم أحياناً قد مثلاً أنبسط من لو أشاهد مثلاً مباراة كورة لفريق المفضل ممكن تلقائياً أكتب تعليق أو تغريدة في تويتر قال الله عليك يا فلان فالموضوع يعني أفضل يعني ما أخذ ببساطة وبأريحية ما في يعني ما أحب أنا بطبيعة أنا أحب البساطة والعفوية ما أحب الحواجز والارتفاعات والحاجات هذه يتواصل القارئ محمد حسين الغزالي مع معجبيه عبر موقع إلكتروني رسمي ينشر فيه إنتاجاته القرآنية والإنشادية ويتفاعل فيه مع زواره بالإضافة إلى أنشطته على شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها للتواصل مع جمهوره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر